اشتركوا في القناة بالفصل الدراسي الثاني وما زلنا في متابعة مع دروس الوحدة الثالثة والتي كما ذكرنا سابقا هي بعنوان الوطن ولاء وعطاء عرفنا في مدخل الوحدة معنى كلمة الوطن ومعنى كلمة ولاء ومعنى كلمة عطاء وكما ذكرت سابقا أن وحدات المنهج منذ بداية العام وحتى في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني كلها ترتبط مع بعضها وتنتقل تدريجيا كل وحدة تتبع ما قبلها من حيث ارتباط موضوعاتها ودروسها ذكرنا في مدخل الوحدة تعريف الوطن وقلنا هو الأرض التي ولدت عليها ونشأت بها وتعلمت في مدارسها وأكلت من خيراتها وكلمة ولاء وهي الانتماء والحب وكلمة عطاء وهي الإخلاص والتضحية والفداء من أجل هذا الوطن وكل منا له دور في هذا الوطن ينبغي عليه أن يوديه ليرد جزءا من جميل وطنه عليه اليوم في درسنا هذا وهو بعنوان نص الفهم القرائي وطني المملكة العربية السعودية كما نرى أمامنا في العنوان وطني المملكة العربية السعودية لنا أهداف في كل درس كما ذكرنا سابقا فكل عمل لا بد أن يكون له هدف حتى نصل في نهايته إلى النجاح بمشيئة الله تعالى فنتوقع بمشيئة الله تعالى بعد إنجازنا لنشاطات هذا المكون أن أكون قادرا على أولا القراءة الجهرية الصحيحة للنص ثانيا أن أفسر معاني الكلمات التي ترد معنا في هذا النص تفسيرا صحيحا وأن نكتسب مفردات لغوية جديدة وثالثا أن نجيب عن أسئلة تفصيلية حول هذا النص وفي النهاية نستطيع أن نكتشف القيم الوالدة في النص المقروء وهذا النص يشتمل على قيم كثيرة نبدأ على بركة الله بفتح كتابنا صفحة 37 والدرس كما ترون أمامكم بالكتاب نص الفهم القرائي وطني المملكة العربية السعودية نبدأ قراءة النص قراءة صامتة لبضع دقائق ثم نبدأ معا في القراءة الجهرية لنستطيع أن نحقق هدفا من أهداف الدرس وهو القراءة الجهرية الصحيحة للنص أولاً وقبل أن نبدأ في القراءة الصامتة لا بد أن نتذكر شيئاً هاماً عرفناه في الفصل الدراسي الأول وعرفناه سابقاً وهو شروط القراءة الصامتة من شروط القراءة الصامتة عدم الإشارة بالإصبع على الكلمة المقروعة القراءة الصامتة تكون قراءة بالعين فقط ثانياً هي تعتبر استطلاع سريع للنص لكي نأخذ فكرة عامة عن النص رابعاً التركيز وفهم المعاني لكي أتمكن بعدها من الإجابة عن الأسئلة دون الرجوع إلى النص وذلك يعود إلى نسبة تركيز كل منا في القراءة الصامتة فالقراءة الصامتة هي قراءة سرية وتكون بواسطة النظر وليس فيها صوت ولا همس ولا تحريك للشفتين وهذه شروطها تظهر أمامكم على الشاشة كما ذكرناها سابقاً ونحن نتذكرها معاً فقد درسناها في الوحدة الأولى والوحدة الثانية نرى أمامنا المملكة العربية الشعودية وطني المملكة العربية نرى أمامنا في الصورة التي أمامنا والتي تعرض معنا عنوان النص نص الفهم القرائي وطني المملكة العربية السعودية نرى في الصورة أو على الشاشة ثلاث صور وهي خريطة للمملكة يتوسطها شعار علم المملكة وكما قلنا فشعار علم المملكة هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم نرى تحت هذه الكلمة أو تحت هذا الشعار سيف ليدل على القوة ثم نرى أيضاً على يصار الشاشة صورة هي من أجمل الصور وهي صورة قبلة المسلمين وكيف يتوافد إليها المسلمون من كل بقاع العالم يشتاقون إلى هذا المكان ويريدون أن يحضروا إليه في كل عام وفي كل وقت وذلك استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فأفئدة المسلمين جميعاً في كل مكان في العالم تهفو وتحب أن تحضر إلى هذا المكان لكي يشاهدونه ويؤدون المناسك فيه من حج وعمره ثم نجد في وسط الشاشة شعار شعار جديد وهو رؤية المملكة عشرين ثلاثين والتي أطلقت منذ سنوات وتسعى المملكة إلى تحقيقها ثم ننتقل بعد ذلك إلى قراءة النص وطن الحبيب المملكة العربية السعودية البلد العربي الإسلامي فالمملكة العربية السعودية هي إحدى دول الوطن العربي الكبير وهي مهضة الوحي وقبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم ومنار إشعاع لكل الدنيا هو الأرض التي عشت عليها وفي هذا الجزء بالتحديد نرجع ونتذكر تعريف الوطن هو الأرض التي عشت عليها وشربت ماءها واستنشقت هواءها فيها مدارج الصبا ومهد الذكريات الجميلة والأحلام الكبيرة ودوحة الوئام وواحة الأمن والاطمئنان تقع المملكة العربية السعودية في الجنوب الغربي من قارة آسيا وتشكل أراضيها الواسعة متحفا جغرافيا رائعا تضاريسها متنوعة منها الجبال والهضاب والأودية العميقة والسهول الساحلية المنخفضة والجزر المرجانية وكما نرى أمامنا هناك كلمات لونت بلون مختلف عن باقي الكلمات وقد لونت باللون الأحمر وهذه الكلمات التي لونت باللون الأحمر لابد أن نتعرف على معانيها من خلال المعجم المساعد فنجد كلمة الصبا وتعني الصغر والحداثة وكلمة المتحف وهي المكان الذي توضع فيه التحف والأشياء الثمينة والرائع هو المعجب نكمل القراءة ويضم سطحها أربعة أقاليم جغرافية طبيعية رئيسة وهذا طبعا نظرا لكبر مساحة المملكة فنجد المملكة تمتد من البحر الأحمر غربا وحتى تصل إلى الخليج العربي شرقا وكذلك من الجنوب حتى تصل إلى الشمال فنجد أن مساحة المملكة العربية السعودية تشغل أربعة أخماس شبه الجزيرة العربية فهي أكبر دول شبه الجزيرة العربية الأقاليم الجغرافية الرئيسة الموجودة بالمملكة هي جبال الحجاز وعسير وهضبة نجد والصحار الرملية والسهل الساحلي الشرقي وتشغل المملكة معظم أراضي الجزيرة العربية كما ذكرنا حيث تغطي مساحتها ما بين البحر الأحمر والخليج العربي ما يعادل أربعة أخماس المساحة الكلية للجزيرة العربية عاصمتها الرياض أين تقع الرياض؟ تقع في قلب الجزيرة العربية في هذه منطقة الوسط إذن عاصمة المملكة هي مدينة الرياض وسنتعرف على هذه الأشياء وأريدكم أن تركزوا معي في القراءة لأننا سنجيب عن تدريبات هذا الدرس من خلال التركيز في القراءة ويزخر وطن المملكة العربية السعودية بمعالمه الدينية والسياحية وآثاره التاريخية وأمجاده الحضارية حيث يضم وطني أقدس البقاع الإسلامية سلامه حيث يضم وطني أقدس البقاع الإسلامية لوجود بيت الله الحرام الذي يولي مئات الملايين من المسلمين وجوههم شطره ويضم المدينة المنورة حيث مسجد سيد المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكما نرى أيضا هناك كلمات أخرى لونت باللون الأحمر نتعرف على معانيها بعد الانتهاء من قراءة الدرس وتشهد المملكة العربية السعودية أكبر تجمع إسلامي في العالم إذ يتوافد إلى الأماكن المقدسة أكثر من مليوني مسلم من مختلف أسقاع العالم الإسلامي سنويا لأداء فريضة الحج ملتجئين إلى الله وتمتاز المناطق الجبلية بجمال طبيعتها لوجود الأشجار الخضراء والربى الجميلة والمناخ المعتدل ومن أشهر مراكز الاصطياف الجبلية الطائف وأبهى والباحة الواقعة على قمم جبال الحجاز وعسير المتميز بجوه النقي أما المناطق التاريخية فهي مليئة بآثار الحضارات القديمة وأشهرها مدائن صالح في مدينة العلا والفاو في الجنوب الشرقي والأخدود في منطقة نجران وتمتاز المناطق الساحلية بالواجهات البحرية على طول شاطئ البحر الأحمر وشاطئ الخليج العربي فأنشأت فيها موانئ عديدة لتؤمن الاتصال بين مدن بلادنا القائمة على الشواطئ وبين المملكة والخارج وتستقبل الموانئ ناقلات الزيت الضخمة التي تنقل منتجات بلادنا البترولية إلى أنحاء العالم قبل أن ننتقل إلى استكمال قراءة باقي الدرس أريدكم أن تركزوا معي في شيء بسيط سنحدده فقط ثم أشرح لكم تفصيلا في وقته نجد أمامنا الكلمة التي سأضع تحتها خط نريدكم أن تركزوا معي في هذه الكلمة يولي مئات الملايين من المسلمين وجوههم شطره كلمة شطره التي أمامنا والتي وضعت تحتها خط باللون الأحمر أمامكم وكذلك كلمة المناخ التي أيضا وضعت تحتها خط باللون الأحمر ركزوا معي في هاتين الكلمتين لكي نفرق بينها وبين شيء آخر في حينه في أثناء الشر ننتقل إلى قراءة باقي الدرس وقد اكتسب وطني أهمية اقتصادية عظمى بما حباه الله من نعمة النفط طبعا كلمة النفط معناها البترول هناك كلمات كما قلت لونت باللون الأحمر نتعرف على معانيها من المعجم المساعد ومن لديه سؤال على كلمة أخرى لم تلون باللون الأحمر فليتفضل ونجيبه على سؤاله إذ يحوي باطن أرضه واحدا من أعظم الاحتياطيات المعروفة للنفط والغاز الطبيعي في العالم وشاء الله أن يكثر الخير ويرتفع البنيان ويزدهر التعليم وتنشط الصناعة والزراعة وينهض كل شيء على أرض وطني ويسير بخطوات حثيثة في جميع الميادين فقد أنجزت مشروعات كبرى في فترة وجيزة بالعمل الدائب من أجل تحقيق النهضة والمملكة العربية السعودية مسموعة الكلمة في المحافل الدولية والمؤتمرات العالمية وينظر إليها على أنها سباقة للخير في مساعدة الدول الفقيرة ونجدة الأمم المنكوبة وإقامة المشروعات النافعة في كثير من البلدان وهي عضو مؤسس فعال رائد في جامعة الدول العربية سؤال على هذه الفقرة أين تقع جامعة الدول العربية مقرها في أي دولة من دول الوطن العربي نتعرف عليها أيضا أو على إجابة هذا السؤال في حينه وعضو مؤسس في الأمم المتحدة وتقوم سياستها على الحياة لتكون هذه البلاد المقدسة في منأة عن الخصومات الدولية فتنعم بالاستقرار والنظام وقد انطلقت رؤية المملكة عشرين ثلاثين من عناصر قوة بلادنا وتقود إلى استثمار هذه المقومات بشكل أكثر استدامة بإذن الله نريد بعد أن تعرفنا على كل هذه المعلومات عن الوطن المملكة العربية السعودية أن ندعو لها بدعاء فنقول حماك الله يا مملكتي وأدامك حرة عزيزة شامخة بين الأوطان والصور المصاحبة للدرس كما ترون أمامكم هي بعض معالم المملكة وهي من المناظر الرائعة إذا انتقلنا إلى المعدم المساعد نجد أن الكلمات التي لونت باللون الأحمر فكلمة الأقاليم قبل أن نعرف معناها من منكم يجيبني عن السؤال كلمة الأقاليم هل هي اسم أم فعل أم حرف فكر ذكرت لكم أن للإسم علامات تميزه عن غيره من الفعل والحرف أحسنت ممتاز سمعت طالبا يقول هذه الكلمة هي اسم والسبب أن في بدايتها الألف واللام فقد ذكرت لكم سابقا أن من علامات الإسم هو دخول الألف واللام التي هي للتعريف فكلمة الأقاليم اسم أحسنت السؤال الثاني كلمة الأقاليم ما نوعها من حيث العدد هل هي مفرد أو مثنى أو جمع ها أسمع من سعد تفضل ممتاز حسنت جمع طيب من يكمل إجابة سعد ويعطيني نوع الجمع ما نوع هذا الجمع يا شباب هل هو جمع مؤنث أخذنا ثلاثة أنواع للجمع جمع المؤنث السالم وهو الذي يدل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده هل هذه في نهايتها ألف وتاء لا إذن ليست جمع مؤنث سالم وجمع المذكر السالم وهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ووانون على مفرده وسلمت فيه صورة المفرد من التغيير وركزنا وشرحنا بالتفصيل مقصود بسلمة صورة المفرد من التغيير وذكرنا أمثلة لكلمات أخرى في نهايتها ووانون أو ياء ونون ولكنها ليست جمع مذكر سالم في حينه ذكرناها بالتفصيل إذن هذه الكلمة ليس في نهايتها ووانون أو ياء ونون إذن هي النوع الثالث من أنواع الجمع وهي جمع أحسنتم جمع التكسير طيب ما مفردها؟ مفردها الإقليم أو إقليم طيب ما معنى الأقاليم التي وردت معنا في النص؟ هي المناطق المتحدة في مناخها أو مناخها نأتي إلى الكلمة الثانية وكلمة يزخر أي يفيض والكلمة الثالثة كلمة الدائب أي الجاد ولها معنى آخر أي المستمر الدائب أو المستمر أما الحياد التي وردت معنا في النص وتعني عدم الميل إلى طرف من أطراف الخصومة إذا حدث خصام بين شخصين وأردت أن تقوم بالتحكيم بينهما فيجب أن تكون على الحياد لا تميل إلى هذا الطرف ولا إلى هذا الطرف فهذا اسمه الحياد أي الوقوف في وسط المسافة بين الخصمين يتوافد أن يقدم ويرد الربى هي الأراضي المرتفعة عن الأرض قليلا وكلمة منأة وتعني مكان بعيد أما الحضارات قبل أن نعرف معنى كلمة الحضارات نعود إلى سؤال يشبه السؤال السابق كلمة الحضارات ما نوعها من حيث العدد هل هي دلت على واحد أو اثنين أو أكثر أحسنتم دلت على أكثر من اثنين أو اثنتين ولكن هنا دلت على أكثر من اثنتين فكلمة الحضارات هي جمع مؤنث سالم مفردها الحضارة معناها مراحل التطور الإنساني كلمة حباه أي أعطاه ووهبه وكلمة وجيزة أي قصيرة قليلة هذه معنى الكلمات التي وردت معنا في هذه الصفحة من الدرس قلت لكم في أثناء قراءة الصفحة الثانية أو الأولى من الدرس أن هناك كلمتين أو ركزنا على كلمة تحديدا وهي كلمة شطر يولي مئات الملايين من المسلمين وجوههم شطره نريد أن نشرحها تفصيلا لنفهم كلمة شطره كلمة شطره انظر معاه للشاشة لترى ما أقوم به سأعطيك جملتين أريد منك أن تحدد لي معنى الكلمة في الجملتين الجملة الأولى كلمة أو الجملة الأولى تقول وقفت أصلي شطر القبلة هذه الكلمة أو الجملة الأولى أنتقل إلى الجملة الثانية أكلت شطر التفاحة نرى الجملتين وقفت أصلي شطر القبلة وأكلت شطر التفاح ترون معي ترون معي في الجملتين وردت معنا كلمة شطر وقد وضعت لكم خط تحتها الكلمة الثانية أو الجملة الثانية أو الجملة الثانية أكلت شطر شطر التفاحة التفاحة كما ترون أمامكم كلمة شطر في الجملة الثانية والتي وضعت تحتها خط باللون الأحمر كما ترون من يذكر لي معنى كلمة شطر في الجملة الأولى ومعنى كلمة شطر في الجملة الثانية وقفت أصلي شطر القبلة إذا قمنا بحذف كلمة شطر ووضعنا مكانها كلمة تجاه أو ناحية تجاه أو ناحية القبلة ما رأيكم هل تغير المعنى وقفت أصلي تجاه أو ناحية القبلة هل تغير المعنى لم يتغير المعنى ظل المعنى كما هو مفهوما وهو أنني وقفت أصلي وأنا أتجه ناحية القبلة طيب إذا وضعنا كلمة تجاه مكان كلمة شطر في الجملة الثانية وقلت أكلت شطر التفاح هل يصح أن أقول أكلت تجاه أو ناحية التفاح هل المعنى استقام لم يستقم المعنى إذن لا كلمة شطر في الجملة الأولى هي بمعنى تجاه أو ناحية أما في الجملة الثانية فكلمة شطر هنا لا يصح أن يكون معناها تجاه أو ناحية إذن ما معناها هنا معناها هنا بمعنى نصف معناها إيه؟ نصف إذن كلمة شطر في الجملة الأولى تعني ناحية أو اتجاه أما في الجملة الثانية فمعناها كلمة نصف على الرغم أن كلمة شطر هي نفس الحروف ونفس الكلمة ونفس الحركات ولكن تغير معناها حسب موقعها في الجملة فوجدناها في الجملة الأولى بمعنى اتجاه أو ناحية وفي الجملة الثانية بمعنى نصف فهمنا الآن كلمة شطر يتغير معناها من الكلمات التي يتغير معناها حسب موقعها في الجملة نكمل تدريبات الدرس بعد أن قرأنا الدرس وفهمناه فهما جيدا التدريب الذي أمامنا يقول أقرأ النص قرأنا النص قراءة صامتة وقراءة جهرية ولاحظنا الصور المصاحبة وشرحناها وأستخرج من النص هذه الأشياء ورد معنا في الدرس أسماء لأربع مدن من مدن المملكة من يذكر بعض هذه المدن؟ ها؟ إجابة؟ أحسنت وردت معنا مدينة الرياض وهي العاصمة كما وردت معنا مدينة العلا وأيضا مدينة نجران والطائف قد تكون الكلمات أو المدن وردت معنا وقد تكون لم ترد معنا في النص ولكن استخرجنا بعض المدن أو أسماء بعض المدن التي وردت معنا في النص من الأماكن الأثرية التاريخية التي وردت معنا أيضا في النص نجد مدائن صالح تقع في مدينة العلا وهي من الأماكن الأثرية التاريخية والتي تحكي لنا قصة قوم صالح عليه السلام ثم ورد معنا في نهاية الدرس جملة عظيمة ودعاء للمملكة من يذكر هذا الدعاء؟ أمتاز تركي أحسنت حماك الله أو حماك الله يا وطني أو حماك الله يا مملكتي وأدامك حرة عزيزة شامخة بين الأوطان هذا دعاء للمملكة بالخير نقرأ العبارة الآتية بطلاقة مع مراعاة الضبط السليم وعلامات الوقف وهذه نسمعها منكم طالبا تلو الآخر أنمي لغتي وفي هذا السؤال نريد وأريدك أن تقرأ رأس السؤال جيدا ولا تتعجل في الإجابة فهناك فرق بين المرادف وضد فالمرادف أي المعنى والضد أي العكس اقرأ جيدا واعرف المطلوب ثم بعد ذلك ابدأ في الإجابة السؤال يقول أصل الكلمة ها بمعناها أم بضدها أحسنت بضدها فيما يأتي فنجد كلمة الأمن والخارج والاستقرار والنظام الداخل والفوضى والاضطراب والخوف الكلمات الموجودة معنا بالأعلى كل كلمة منها يوجد لها ضد أو عكس في الكلمات الموجودة بالأسفل نريد أن نصل هذه الكلمات كما قرأنا في رأس السؤال فنجد كلمة الأمن ما معنى أو ما عكس الأمن والأمن من الأشياء العظيمة التي بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من تمتع بهذه الأشياء فقد فاز بالدنيا بكل ما فيها من بات آمنا في سربه طبعا هناك استكمال للحديث ولكننا نركز على كلمة الأمن فهو من الأشياء العظيمة التي نسأل الله عز وجل أن يديمها على بلاد المسلمين فالأمن عكسها الخوف ممتاز حسنت وكلمة الخارج ما عكسها هذه وطحة درسناها في أكثر من درس سابقا وتعني أو عكسها كلمة الداخل أما الاستقرار وهو أيضا من الأشياء التي نرجو من الله عز وجل أن يديمها على بلادنا وبلاد المسلمين فكلمة الاستقرار عكسها الاضطراب نأتي إلى النظام وهي الكلمة الرابعة ولم يتبقى لها إلا معنى أو كلمة واحدة تعطي عكسها ولكن النظام أيضا من الأشياء التي دعا إليها الإسلام فحثنا عليها كمسلمين ولننظر إلى شيء واحد عندما نقف في الصلاة نجد الإمام دائما يأمرنا بالاستواء والنظام حتى في الوقوف في الصلاة في العبادة فقد حثنا الإسلام على النظام وهذا من صفات أو من الصفات التي يجب أن يتحل بها المسلم فديننا دائما دين النظام كما أنه دين النظافة كما ذكرنا سابقا وغيرها من الصفات الفاضلة النظام وعكسها الفوضى كما ترون أمامكم ننتقل إلى تدريب آخر أوضح معنى شطر التي شرحناها سابقا وركزنا عليها جيدا جاءت معنا الآن في الجملتين الآتيتين يقول تناولت شطر الرغيفي وفي الجملة الثانية يقول يولي المسلمون وجوههم شطر المسجد الحرام خلاص أصبحت سهلة معنا وعرفناها سابقا نسمع إجابة منكم فتناولت شطر الرغيف شطر هنا في هذه الجملة ما معناها؟ أحسنتم ما شاء الله تعني نصف شطر هنا بمعنى نصف يولي المسلمون وجوههم شطر المسجد الحرام هل شطر هنا؟ يصلح أن نحذف كلمة شطر ونقول نصف فيصلح أن نقول يولي المسلمون وجوههم نصف المسجد الحرام؟ لا إجابة خطأ الصواب أن شطر هنا وتعني ناحية أو اتجاه طيب من منكم يستطيع أن يأتي لي أبطال بجملتين فيهما كلمة شطر بمعنيها المختلفين الذين ذكرناهما سابقا وذكرناهما الآن أحسنتم الجملة الأولى قرأت شطر الكتاب أي قرأت نصف الكتاب والجملة الثانية يقف الشرطي شطر مقام إبراهيم الذين نراهم يقفون في المسجد الحرام ليحافظون على أمن ونظام المسجد الحرام وينظمون الناس فقلنا يقف الشرطي شطر مقام إبراهيم عليه السلام فنجد كلمة شطر في الجملة الأولى وردت معنى هنا كلمة شطر وتعني نصف أو جزء قرأت شطر الكتاب أي نصف الكتاب ويقف الشرطي شطر المسجد أو شطر مقام إبراهيم هنا بتعني أي تجاه أو ناحية ناحية مقام إبراهيم عليه السلام فهمنا معنى كلمة شطر أحسنتم ننتقل إلى تدريب آخر معنى من تدريبات الدرس بل أجمع من الفقرات الثانية طبعا عرفنا أن الدرس مقسم إلى فقرات فحدد لي الفقر التي أستخرج منها الألفاظ التي تشكل حقلا معجميا لمظاهر السطح حقلا معجميا يعني تنتمي إلى نفس الموضوع فاختر لنا مظاهر السطح الطبيعية في المملكة العربية السعودية وأعطاني مثالا لها وأراد أن أكمل كلمات أو ألفاظ تدل على نفس الموضوع وأعطاني صورا لها بالأسفل فأعطاني كلمة الأودية العميقة نريد لفظا آخر يخدم نفس الموضوع وهي مظاهر السطح فوجدنا الجبال والهضاب ممتزين فهي تدل أيضا أو هي مظهر من مظاهر السطح كما درستم سابقا في مادة الاجتماعيات وأيضا كلمة الجزر المرجانية التي توجد بالبحار وعرفنا أن المملكة حباه الله عز وجل مساحة كبيرة فهي تطل في الناحية الغربية على شاطئ البحر الأحمر وتطل في الناحية الشرقية على الخليج العربي وهذا جعل لها شواطئ ممتدة وفيها الجزر المرجانية أيضا الصحاري الرملية كما نرى في الصورة الأولى الصورة الأولى التي أمامنا على اليمين هذه الصورة تدل على الصحاري الرملي ننتقل إلى تدريب آخر لماذا تحب وطنك وتعتز به؟ لماذا يحب كل منا وطنه؟ سؤال نطرحه وقد تختلف إجاباتنا عن بعضنا هذا السؤال له إجابات كثيرة وكلها تحتمل الصواب لأن كل منا له سبب يختلف عن الآخر فنجد من يقول أحب وطني لأنه الأرض التي نشأت عليها وعشت أيامي السعيدة فيها هذا سبب طالب آخر من الممكن أن يجيب ويقول أحب وطني لأن به المدارس التي تعلمت بها طالب آخر يقول لأن به المستشفيات التي أعالج إذا مردت بها وغيرها من الإجابات فكلنا يحب وطنه لأسباب مختلفة ثانيا وهذا أيضا سنتعرف عليه بعد قليل فيما يعرف بالحقيقة والرأي ما الخدمات التي تقدمها الدولة للحجيج عندما يتوافدون لأداء فريضة الحج؟ هذا سؤال مهم فالمملكة حباها الله وأنعم عليها وفضلها واختصها من بين البلاد كلها أن تحتضن الحرمين الشريفين الحرم المكي والحرم المدني المسجد الحرام الذي يأتي إليه المسلمون إلى مكة لكي يؤدوا رقنا من أركان الإسلام وهو رقن الحج في كل عام وهو الرقن الخامس من أركان الإسلام ولذلك اهتمت المملكة اهتماما عظيما بخدمة الحجيج وتقديم الرعاية لهم وكما نرى ونسمع ونشاهد دائما من التوسعة التي يقوم بها خادم الحرمين في كل عام حرصا على راحة الحجيج ولأداء ركن من أركان الإسلام وهي فريضة الحج فتقدم خدمات جليلة منها تهيئة الأماكن المقدسة لاستقبالهم كيف استثمرت الدولة إرادات النفط لتحقيق نهضة البلاد حبى الله عز وجل المملكة كما قرأنا في الدرس احتياطيات عظيمة من النفط والغاز الطبيعي ولها مكانة عظيمة بين دول العالم فكيف استثمرت الدولة إرادات النفط نجد أنها استثمرت العائد من النفط والغاز الطبيعي في بناء المدارس والمعاهد والجامعات وهذه نهضة تعليمية وشق الطرق وهذه من تطوير البنية التحتية وكذلك تطوير المدن والقرى وهذا كله تطوير لتحقيق نهضة البلاد كما أيضا إذا أضفنا سنجد بناء المستشفيات وغيرها وهذه نهضة صحية وغيرها من النهضة في كل المجالات استثمرت الدولة إرادات النفط لتحقيق هذه النهضة الشاملة ما الدليل على الأهمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية؟ يدل على ذلك أنها تمتلك أعظم الاحتياطيات للنفط أو الاحتياطات للنفط والغاز الطبيعي في العالم طب ما الذي يحدث لو أهمل أفراد المجتمع خدمة الوطن بإخلاص؟ كل واحد أهمل وتكاسل وجلس في بيته وقال لن أعمل لن أؤدي ما علي ماذا سيحدث؟ طبيعي ستضعف مكانته ويصبح من الدول المتأخرة ويطمع الأعداء فيه وهذا ما لا نرجوه أعلّل وقالنا وذكرنا سابقا أن التعليل هو ذكر السبب فعندما تقرأ سؤالا بمعنى أعلّل أي اذكر السبب أعلّل ما يأتي كون المناطق الجبلية في المملكة العربية السعودية مناطق جذب سياحي للمصطفين السبب لجمال طبيعتها واعتدال مناخها وهذا الأمر يؤدي إلى جذب المصطفين خاصة في فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة أعلّل أيضا سبب إنشاء الموانئ البحرية العديدة قلنا أن الموانئ هي تسهل عملية الاتصال ونقل البضائع والركاب سواء بين مدن المملكة أو لتصدير النفط وغيرها من السلع أو استيراد بعض الأشياء التي تحتاجها الدولة فالموانئ لها فوائد عديدة نذكر منها لتؤمن الاتصال بين المدن الواقعة على الشواطئ والمدن الأخرى ولنقل المنتوجات البترولية طيب من منكم يذكر بعض المدن أو بعض مدن المملكة التي تقع على شواطئ سواء كانت بحار أو الخليج نذكر في الناحية الغربية وكما تعلمتم في مادة الاجتماعيات عندنا وهي من أهم الموانئ مدينة جدة التي تقع على شاطئ البحر الأحمر وإذا انتقلنا إلى الناحية الشرقية نجد مدينة الدمام أكمل بما يتمم المعنى بل من مظاهر ريادة المملكة العربية السعودية على الساحة الدولية المشاركة الفعالة في تأسيس جامعة الدول العربية من يعطينا شيئا آخر من مظاهر الريادة أحسنتم المشاركة في تأسيس الأمم المتحدة حب الوطن كما قلنا يا شباب ليست دعاء ولا يكون بالقول فقط ولكنه بالقول والفعل فما الدليل على حبك لوطنك أولا عدم العبث بالممتلكات والمرافق العامة كالمدارس والمستشفيات والمباني وغيرها من الممتلكات والحدائق وغيرها من الممتلكات العامة التي يستفيد منها الجميع أيضا أداء واجباتي وهذه مهمة جدا لكل الطلاب أداء واجباتي المكلف بها لأخدم وطني مستقبلا أيضا طاعة ولاة الأمر والاستماع لنصائحهم وهذا أمر مهم كلنا وكما ذكرت لكم سابقا كل شيء ورد بالكتاب والسنة وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم هذا الكلام الذي تكلمنا عنه سابقا وهو الحقيقة والرأي فما هي الحقيقة وما هو الرأي الحقيقة كما نرى أمامنا هي معلومات واضحة مسلم بصحتها كلنا متفقين عليها يتفق عليها الناس ويقرونها بصورة قاطعة ولا تحتاج ولا تستدعي الجدل والاختلاف ومن الأمثلة على الحقيقة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية هل يمكن أن يأتي طالب ويقول لا الدمام عاصمة المملكة؟ أقول له لا هذا خطأ والجميع يختلف معه في هذا الأمر الحقيقة الثابتة هي أن الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية اتفقنا جميعا على ذلك فهذه الحقيقة أما الرأي فهو معلومات لا يتفق الناس عليها بل تتعدد وجهات نظرهم وكل وجهات النظر تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ أما الحقيقة فليس لها إلا شيء واحد ونتفق عليه جميعا كما ذكرنا الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية أما من الأمثلة على الرأي عندما يأتي طالب ويقول أرى أن الرياض أجمل مدن بلادي يأتي طالب آخر ويقول لا أرى أن مدينة جدة هي أجمل مدن بلادي هذا الطالب رأيه هكذا والثاني رأيه هكذا والرأيان يحتملان الصواب وهذا هو الرأي هي معلومات يقدمها كل واحد على حسب وجهة نظره فالرأي هو وجهة نظر لكل شخص ولا يتفق الناس عليها بل تتعدد وجهات نظره وكما رأينا الرياض أجمل مدن بلادي هذا رأي قد يأتي كما قلت طالب آخر ويقول لا مدينة أبهى أجمل مدن بلادي طالب ثالث يقول مدينة الدمام أجمل مدن بلادي وكلها آراء تحتمل الصواب أما الحقيقة عكس ذلك فهي أمر يتفق عليه الجميع ويكون وفق معلومات واضحة مسلم بصحتها وليس هناك أي مجال للجدل أو الاختلاف فيه ننتقل إلى تدريب آخر عن هذا الأمر وهو الحقيقة والرأي فنجد أضع يمين كل جملة كلمة حقيقة أو رأي على حسب ما تراه وحسب ما فهمته من مفهوم الحقيقة ومفهوم الرأي يقع وطني في الجنوب الغربي من قارة آسيا هل هناك أحد يختلف على هذا الأمر؟ بالطبع لا الموقع ثابت يقع وطني في الجنوب الغربي من قارة آسيا إذن هل هناك شخص يختلف مع الآخر في هذا الأمر؟ لا إذن هذه حقيقة مدينة أبهى أكثر جمالاً وشهرة عند المصطفين من مدينة الطائف أنت ترى أن مدينة أبهى أجمل أنا أرى أن مدينة الرياض أجمل زميلنا يرى أن مدينة الدمام أجمل آخر يرى أن مدينة جدة أجمل هي كلها آراء تحتمل الصواب إذن هذا رأي يقبل الاختلاف يحتضن وطن الحرمين الشريفين قرأنا وعرفنا وكل الناس يعرفون أن الحرمين الشريفين الحرم المكي والحرم المدني موجودان أين؟ بالمملكة العربية السعودية هل يختلف شخص آخر ويقول الحرم المكي فقط هو الموجود بالمملكة؟ هذا خطأ والكل يختلف معه ولا يوفق على هذا الرأي إذن هذه حقيقة ثابتة قائمة على معلومات ولا تقبل الاختلاف هذه حقيقة عندما نأتي ونقول يحب الإنسان وطنه لحنينه للذكريات الجميلة من يجيب؟ حقيقة أم رأي؟ وأجبنا عن سؤال سابقا لهذا بنفس هذه الكيفية قلنا قد يحب الإنسان وطنه لحنينه للذكريات الجميلة وقد يحب الإنسان وطنه لحشوقه إلى المدارس التي تعلم بها وقد يحب الإنسان وطنه لأسباب أخرى فكلها تحتمل الصواب ولذلك هذه الجملة تعبر عن رأيها في نهاية درسنا نرجو أن نكون قدمنا لكم شرحا وافيا كاملا لكل عناصر الدرس ونلتقي معكم في دروس قادمة بإذن الله تعالى أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة